السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة ام فاتي تنقلكم مرحبا بكم معي فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنحضر معكم العسل بالطريقة ديالي تحت لبعض الاخوات اللي قالوا يبارتجي معنا طريقتك ديال العسل ونجيدكم بها ان شاء الله يجبكم الفيديو اللي اعجبكم ما تبخلوش يلايك واشتراك تقول لكم شكرا لكم كاملين الناس القدام تقول من دار داركم النجدة تنقلوا مرحبا بكم وشكرا لكم كلكم داخل ارض المغرب وخارج الارض المغرب كيف ما كتشوف معي العسل كيجي ناجح مئة بالمئة ان شاء الله ديروا الطريقة ديالي انا ان شاء الله سيستق معاكم ولو تأخرت عليكم في الحطان ديالو سمحوا لي بزاف ولكن وقت ما جاء الخير كيما تيقولوا كينفع هانتم كيف ما كتشوفوا يعني كيجي زوين بزاف والخيط تكون داك الخيط ما كيتقتاش فهذا كل عسلك يكون ناجح العسلة كان خفيف ما كتستق شاي اي وصفة ديالو يعني الحلوة ولا البريوات وانا ما كيجيوش مزيانين ان شاء الله تعجيكم فكرة والدعمونا بلايك واشتراك فضلا منكم وليس امر تقول لكم شكر لكم كامل لطريقة والمقادر بسم الله على بركة الله عندنا يطرق تا الماء في هاد الاناء راه في القياس عندنا الطنجرة ديال الضغط عندنا قالب ديال السكر من وزن جوج كيلو جرام عندنا الاعساب اعشاب مونسيما معي يلقى ديال اتاي وحتلاتة ديالعويدات ديال القرفاء ومعي يلقى ديال الزعتر عندي حامضة اللي غد يقطع دواور ان شاء الله وانهرز داك القالب ديال السكر باش يسر بيوم باش بني يعني انه يدو فسا فسا من بعد ما هرزت داك القالب ديال السكر هو فقط باش يدوب ضغية ضغية غادي نحطو فالطنجرة ديال البتاط ضروري منها يعني باش ينجح لكم العسل ما تديروش غير الطنجرة كاديرة ما كيستقشي العسل والعسل ما كانش ناجح فالحلوة ولا اي وصفة ديالورا ما كيجيش مزيانة غادي نحط داك القالب ديال السكر كامل هنا في الطنجرة هنطوش عليكم ان شاء الله الفيديو هنطوش عليكم ان شاء الله الفيديو هنطوه كامل كي مش شو معايا وغادي نخوي هديك الاعشاب مونسيمة انا متواجش معي ذيك الكميميسا يعني ذيك الفاطمة إلا انتم ما نتواجده معكم ديروا في هدك اتاي والزعتر انا متواجدش ماشي مشكل انا اصفيته كيف مش شو معايا في اول ديالفيديو يعني انا اصفيته من الوقت قطعت ذيك الحامضة دواور وغادي نخلي حتى يدوب ما نحطوش هكا غير نديرو نحطوه غادي تتحرق وليش حاجة مهم نخلي تيدوب ونعطي وحتى عشرة ديالتقيق هكا غرا كيدوم حي تحنا هرزناه من بعد ما دابلينا هدك السميتوس كارس ساعة اللي ناضط كانت البوطاشة يعني مجاهدة ساعة اللي ناضط لنا الكوكوت نقصتها اقصى درجة وغادي نخليها 5 و 40 دقيقة فقط 5 و 40 دقيقة صافي ما تزيدو ما تنقصو عليها مع المقادر اللي عطيتكم انا من بعد ما داز 45 دقيقة كتشوفوا العسل ها هو لكن ما غدا تعرفوش القوام كيفاش دير حتى يبرد ضروري يخصكم اما تخليوه بات او يضل نهار كامل يعني عتى تقلبوه تشوفوا القوام كيف دير انا غادي نخليه ان شاء الله حتى يبرد هده نخليه يضل نهار كامل انا دبوجته الصباح هده نخليه يضل احنا من هنا دبال الاشيه يعني يضل نهار كامل صفيتو يعني فاصل ما باش ما يهبط كي ما قلت لكم في اللول ايلا تواجد لكم الفاصمو ديريوها وديروا ديروا ديركم المسافية ديك الاشيه المنسيمة صفيتو وخليت ديك دائرة ديال الحامض ودك العوية ديال القرفة في اخير كيعطي منظر جميل وصافي هانتو مرقاهم كيف يجي ما شاء الله كيجي يعني يا سلام اه بعد الناس ما كيديرو شاي الاشيه المنسيمة ايش يقولك يودي احنا ندير بي الحلوى كده كده العسل اللي اختي انا بداكينا بنسبة لي العسل اللي كنا محضر ومنزلي فما خصش نديره سواقي انا كيبي اللي درنا فيه فقط الحامض والقرفة فاتي كون ما عندوش فرق مع العسل سواقي لهذا اهلا توجد عندكم هذه النويرات هي كجيزوينة فيه ديروغي وحيدة تجيتي يزوينه كتعطيه ماداق وتنعرف القيمة الغذائية ديال الزاتر والعسل ديال الزاتر هي سلام كيكون زوين وتيعطينا ماداق زوين يعني ما كتتحس بيوحد الماداق اللي هو لوغو دياله غالب كيجينا عسل زوين صارح لصالح للدهن صالح للبغرير صارح قاع الوصفات المعسلات كاملة صالح لهذا وهنا كيبقى ليه حتى العام فقط من اللي تبغيوا تستعملوه ما تديروش كامل يعني ديروغير هدك القياس اللي غادي تحتاجوا والاخور خليوه يعني على جانب وتيبقى ليه صارحة لها العام كامل تبقى عسل زوين ما